بداية الأسبوع مباراة الآل وارلاندو بيريتس والانتهت بالتعادل السلبي بين كل الفريقين الآل بأربع نقاط ارلاندو بيريتس أربع نقاط ولكن اشتعلت المجموعة بفوز شباب بولزداد خارج أرضها في الكود ديفوار بعد الفوز على استاد أبيت جان بهدف مقابل لاشيء وبالتالي استاد أبيت جان حاليا في المركز الثالث بثلاثة نقاط خلف الآل وأرلاندو بيريتس المجموعة أكيد أربع نقاط الآل أربع نقاط أرلاندو بيريتس ثلاث نقاط شباب بولزداد وبالطبع ماتش الآل مبارح كان الجهاز الفني بيحاول قدر الإمكاني يطلع بأفضل نتيجة إيجابية عشان أولا تقدر تستعد بشكل معنوي وانت مسافر لقطر خلال الـ 48 ساعة اللي جاية ثانيا عاقب العودة من جنوب إفريقيا تكون على الأقل في صدارة المجموعة طبعا كانت فيه مسألة الغيابات والإصابات اللي كانت موجودة في الفريق في الفترة الأخيرة الجهاز الفني كان بيحاول يتعامل معها ولكن قدر الجهاز الفني يطلع بنتيجة قدر الإمكان تكون نتيجة مرضية بعد عودة وسام أبو علي للمشاركة بشكل أساسي عودة إمام عشور للمشاركة بشكل أساسي وحصلت عدة تعديلات في التشكيل تبقى لوجهة نظر فنية لمارسل كولر بالمناسبة مبارح الناس شافت وسام أبو علي في التشكيل الأساسية ووسام أبو علي في التشكيل الأساسية رغم أن البعض كان بيقول أن وسام صعب جدا يلحق ماتش أورلاندو صعب يلحق بطولة أنتر كونتينلتل مش قبل يناير على ما يقدر يدفع بي مارسل كولر في المباريات ولكن اللي تقالي الحمد لله هنا في قناة الأهلي هو اللي كان الصح وهي اللي كانت الأخبار المزبوطة ووسام لحق مباراة أورلاندو وكان متواجد في التشكيل الأساسية وتبقى للاتفاق مع مارسل كولر لو مجرايات المباراة مشت في السياقها الطبيعي هيكون أول تغير في الديا 60 لأنه كان محتاج أن كولر يدي وسام شوية جرعة من المباراة عشان يستعيد ليقتل بدنية والفنية قبل السفر إلى قطر للمشاركة في بطولة أنتر كونتينلتل عموما الحمد لله الأهلي يرجع من جنوب أفريقيا نقدر نقول بنتيجة ليست سلبية يعتبر نتيجة إجابية التعادل بنقطة إضافية للنادي الأهلي لسه الأهلي لسه الأهلي عنده مباراتين الجولة الثالثة والربعة مع شباب بولزداد اللقاء الأول في القاهرة يوم 22 ديسمبر وبعدها اللقاء الجولة الرابعة في الجزائر يوم 4 يناير بيذن الله تكون يعني أربع نقاط أو ست نقاط إيجابية للأهلي إن شاء الله في المرحلة اللي جاية شكرا للمشاهدة